اشتركوا في القناة مقدمة المؤلف كانت عائلة جدي لأمي في أورفة تعرف بآل المفتي مفتغيلر لأن حسن أفندي من أجدادي تم تعينه مفتيا في أورفة بعد نجاحه في امتحان الإفتاء في الشام وبذلك استقرت عائلته في أورفة وانتقل معه بعض إخوته في الوقت الذي أبى فيه الآخرون الرحيل عن الشام وبعد صدور قانون القبعة عام 1925 ملاحظة فقد كانت القبعة وقتها رمزا إلى أهل الكفر كما كان التربوش والعمامة من رموز أهل الإسلام نعود للسياق وبعد صدور قانون القبعة عام 1925 عاد قسم منهم إلى الشام وبذلك أصبح فرع من عائلتنا أتراكا وفرع سوريين أما جد والدي عبد الرحمن أفندي فكان مدرسا للغة العربية والفارسية في مدرسة يوسف باشا في أورفة وربما كان حجه عام 1905 وفي طريق عودته توفي بمرض الكوليرا بعد تناوله لحم جمل في الشام ودفن هناك قرب قدمي الصحابي الجليل بلال الحبشي رضي الله عنه وفق مصادر العائلة وبعد 15 عاما حيل بينه وبين أولاده وأحفاده حيث بقيت أورفة داخل الحدود التركية وبقي هو راقدا هناك في الشام هكذا هو القدر تفيض صفحاته بما تحمله من الغاز فمن كان يدري أنه سيقوم من قامات الأتراك ممن صاردهم المغول حتى أبواب الأناضول من سيؤسس إمارة وإمبراطورية عثمانية تستمر في الحياة 600 عام ربما لو لم يكن المغول لما كان العثمانيون ليخرجوا من أواصط آسيا ويقيموا دولة لعبت دور القدر في تغيير مصائر الأناضول والبلقان وشبه الجزيرة العربية والقفخاز أو القوقاز والبحر الأبيض المتوسط وربما كان مصائر ذلك البلاد تأخذ مسارها في خطوط مختلفة والسلطان عبد الحميد الثاني أو السلطان حميد حسب تعبير الناس الذي اعتلى العرش العثمانية من عام 1876 وحتى عام 1909 واحد من شخصيات التاريخ الغامضة ولغز من ألغاز القدر فلولا مقاومته من عام 1880 وحتى عام 1908 واتباعه سياسة الإلهاء وإدارته الماهرة للعبة الدول العظمى أمثال إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وروسيا ولولا حسن استغلاله للثلاثين عاما الوقت المكتسب ملاحظة يقصد هنا المؤلف بالوقت المكتسب الهدنة وتأجيل الصراع العسكري الذي يصفه المؤلف في ثنايا الكتاب بوضع اليد على الزناد من دون إطلاق النار نعود للسياق في تأسيس آلاف المدارس ومد آلاف الكيلومترات من السكك الحديدية وافتتاح مئات المستشفيات وتعبيد عدد يستعصي على الحصر من الطرق والجسور والثكنات العسكرية وأبراج الساعات والدوائر الرسمية والأهم من ذلك كله لو لم يدرك مباكرا اللعبة الكبرى التي تحيط بفلسطين ولو خضع للألعاب الدولية والصهينية وسلمها إلى العصابات اليهودية لكان من المؤكد أن تركيا اليوم والبلاد العربية على حد سواء كانت ستكون في صورة تاريخية مختلفة فقد ذكر السلطان عبد الحميد في كتابه مذكراتي السياسية منذ ذلك الوقت المبكر أن بين قاسين بيع أرض من فلسطين لليهود إنما هو بمثابة فارمان بإعدام إخوتنا الفلسطينيين ولم تقصر إسرائيل منذ قيامها بمنح السلطان عبد الحميد الحق فيما ذهب إليه من خلال مجازرها وأعمال الإبادة الجماعية والتهجير ولن ننسى كيف أصبح هرتزل لعبة في يد السلطان ولما أدرك ذلك هرتزل بعد وقت طويل جمع حقائبه ويمم شطره نحو إنجلترا وهو يقول بين قاسين لم يبقى لنا سوى توجه إلى إنجلترا لحل هذه القضية كما ذكر ذلك في مذكراته نعم استطاع السلطان عبد الحميد أن يفسد مشروعات إمبريالية كثيرة أو أرجاءها على الأقل ولذلك كان ذنبه كبيرا لا يمكن أن يغتفر والسبب الأصلي لحقد الإنجليز على عبد الحميد وعدم تمكنهم من الصفح عنه وإصرارهم على تسميته بالسلطان الأحمر يكمن في الكلفة الباهضة التي سببها لهم في تقاتم الإمبريالي للتاركة العثمانية ورفضه تسليم المصادر والأسلحة الغنية التي يمتلكها المسلمون بما فيها البترول بأثمان قليلة فكان يكرر دائما ينبغي أن نكون أقوياء أقوياء في إسلامنا وأقوياء في العلوم والمعارف من خلال مواردنا البشرية الذاتية وهكذا تم إعداد سكة الحجاز الحديدية ليكون مشروعا يفتخر به العالم الإسلامي فللمرة الأولى تخرج قوة من غير الدول الإمبريالية معلنة للملأ أنها ستبني بنفسها السكك الحديدية من غير أن تحتاج إلى إذن أو خبرات أو ملازمة وأدوات أو تمويل من تلك الدول ويستنفر في سبيل ذلك جميع المسلمين ويومها تتصدر الصحف الإنجليزية مقالات الاستهزاء بقدرات المسلمين غير أن المشروع كان بالنسبة إلى المسلمين قضية شرف وكرامة يدافعون عنها فتراكمت القروش من التبرعات ليتم تمهيد طريق لهذا الخيل الحديدي ليبلغ حضرة نبينا عليه الصلاة والسلام وعندما تم هذا المشروع وبلغت السكك الحديدية المدينة المنورة عام 1908 كان العالم الإسلامي يحتفل به من سيلان إلى الجزائر وبدأ الكاتب الفرنسي يوجين موريل يتحدث عن صحوة الرجل المريض وغريب الأمر أنه في العام نفسه تنطلق فوهات البنادق ويزير موكب أبطال الحرية من مناستر في سبيل إعلان مشروطية وخال عبد الحميد عن العرش غير أنه أسقط في يد الحرية ولم تجد ما تعمله عندما بلغت إسطنبول لأن عبد الحميد كان قد سبقهم إلى إعلان مشروطية وتبقى الحركة في نشاط جديد فهم لا يمكنهم خلع السلطان الذي أعلن المشروطية عن العرش في سبيل إعلان مشروطية ولا يمكنهم أن يشرحوا موقفهم ويكسبوا الرأي العام ويتأجل هدفهم إلى السابع العشرين من نيسان أبريل عام 1909 حيث يسقط السلطان عن العرش بتهمة تأييده المزعوم للتمرد الذي عرف بحركة الحادي والثلاثين من مارس آذار حسب التقويم العثماني لم يكن حزن السلطان الأكبر بسبب سقوطه عن العرش بل لانتقال البلاد إلى أيد طائشة غير خبيرة وقال يومها هذه الكلمات التي تقترب من التوقعات بين قلسين فليحكم البلاد بعد فقط عشرة أعوام عندها سأعتبر حكمهم فيها مئة عام والمدة التي تفصل تسليم البلاد إلى الدول المتحالفة في أكتوبر تشرين الأول عام 1918 عن عزله عن العرش في نيسان أبريل 1909 لا تبلغ سوى تسعة أعوام ونصف ولم يتمكن لتحاديون من إتمام الأعوام العشرة في حكم البلاد لهذه الأسباب ومشابهاتها يزداد مع الأيام الاهتمام بسلطان عبد الحميد الثاني في تركيا والعالم الإسلامي وفي العالم أجمع لقد كان عبد الحميد حريصا على تطوير الاهتمام العالمي بالإسلام فإلى جانب استقباله أمراء اليابان والطايلانديين يأتي إرساله سفينة أرطغرل باعتبارها صوت الخليفة للمسلمين في شرق آسيا وزحف المسلمين إلى السفينة في بعض الموانئ وازدحامهم للصلاة فيها وهم يقولون أين قسين؟ إن عالم الخليفة هو الذي يرفرف على هذه السفينة وهذه البقاع بلاده ويأتي تقبيل الناس والحسرة تملأ قلوبهم طغراء ملاحظة؟ طغراء علامة كانت ترسم على المناشير والمسكوكات السلطانية والعامة تسميها الطرة نعود للسياق طغراء السلطان التي يحملها جواز السفر ووضعها على رؤوسهم بعد الوضوء باحترام بالغ ومدرسة البنات في كيبتاون ومدرسة الحميديين في الصين وافتتاح مسجد ومركز إسلامي في نيويورك وبرودوي واشتراك روائي كبير كماركت وين في المؤتمرات التي تقام فيه واهتمامه بالإسلام وغيرها من الأمثلة الكثيرة الدالة على تنامي هذا الاهتمام العالمي يأتي كل ذلك في إطار هذا الحرص الكبير لا يمكننا حتى الآن الإدعاء بإتمام الجزء الأول من إنسايكلوبيديا عبد الحميد وفي الأصل لا نعرف العدد الذي ستبلغه أجزاؤها والآثار التي تركها أو ساهم فيها في تركيا اليوم تبلغ كثافة تحتاج في جردها إلى مجلدات كاملة وإذا توجهت أنظارنا إلى البلاد العربية وبلاد البلقان والقفقاز والبلدان الخارجة عن السلطة العثمانية عندها يمكن أن نأخذ فكرة عن حجم المجلدات التي تحتاج إليها الإنسايكلوبيديا إن تطور الأحداث في العالم ومأزق الانتماء والهوية والتاريخ الذي عشناه في الماضي في العالم الإسلامي يسوقنا للوقوف وجها لوجه مع السلطان عبد الحميد وكلما ازداد فهمنا له عمقا ازدادت الجوانب الغامضة في حياتنا انكشافا وهكذا فإن إعادة اكتشافه وفهمه من جديد تمنحني سعادة كسعادتي عندما اكتشفت الصورة الفريدة لجدي المدفون في الشام بين أرشيف الصور المنتشرة في قصر يلدز على مساحة 30 ألف متر مربع إنها سعادة وفرصة سانحة للتفكير فنظراته تخاطب كل واحد منا وعنده الكثير مما يريد أن يقوله لنا وإذا كانت هذه الأقوال تتعلق بالماضي فإنها يمكن أن تتعلق بالمستقبل أيضا تماما كما في هذا الثبت أدناه والذي يحمل عرضا معقولا لطريق الحل بين قوسين نحن كنهر فاض عن مجراه ولسنا أبدا أمة في نزعها الأخير نحن أمة حية قوية والقوة الفريدة القادرة على الحفاظ علينا أقوياء هي الإسلام لقد انتابني سرور عظيم لا يوصف عندما علمت أن كتابي عبد الحميد والرقص مع الذئاب الذي لقي في نسخته تركية قبولا واهتماما أعظم مما تخيلته في تركيا سيترجم إلى العربية وأتمنى أن تكون هذه الترجمة التي وجدت طريقها إلى الظهور بحماسة أخي الكريم السيد مصطفى حمزة هدية جزئية للذكرى المعنوية للسلطان عبد الحميد وأن تكون دليلا متواضعا لخارطة طريق لنا راجيا أن تكون وسيلة للخير مصطفى أرمغان تموز 2011 إسطنبول الباب الأول كيف نفهم عبد الحميد الثاني سكت فسكتت المقاومة يقول سلطان عبد الحميد الثاني عن نفسه بين قاسين كانوا يرونني رجلا تتخبط الأوهام غير أنني لم أكن سوى مرئ غير مغفل ملاحظة من شأ هذا الكلام أن سلطان عبد الحميد كان يعتمد على جهاز معلوماتي قوي وسيل المعلومات يعتريه الكثير من المتناقضات فيضطر إلى تعامل معها جميعا بما يتطلبه الحذر فيبدو وكأنه يتعامل مع الأوهام نعود نرى هنا صورة لسلطان عبد الحميد محتضنا طفل السلام العالمي وظهرت عبارة صلح جهان هذا ما جار به قلم حزين في يوم من أعوام الهدنة ففي إحدى صعف إسطنبول في يوم من أيام آب أغسطس في شهر يعتصره الآلام عام 1919 كان هذا التعليق المثير المليء بالأسى تحت رسم تعبيري كاريكاتوري سكت فسكتت المقاومة ألم يكن هذا المخاطب سوى سلطان عبد الحميد الثاني الذي خلع عن عرشه قبل عشرة أعوام نعم سقطت فسقطت معك المقاومة سقطت فغابت من العقول والأحلام سقطت فكان هذا السقوط الذي نحاول حتى الآن أن نكتشف كيف كان ومن أين ونحاول أن نكتشف الموقد البرونزي الذي انتزعت منه اليد التي كانت تحول دون سقوطنا ملاحظة الموقد البرونزي أي السلطنة التي تجمع الأمة وهو تعبير مجازي من باب اللزوم فالموقد يمثل العائلة والقبيلة والعرق الواحد والشعب والبرونزي دلالة على المتانة والقوة نعود لم تكن قد مضت سوى عشرة أعوام على تعرض هذا الرجل لأقضع الشتائم وعلى نيله أشد الافتراءات ومخاطبته بأسوأ الكاريكاتوريات وأشدها دناءه فقط عشرة أعوام كانت كافية لتنبثق هذه الخاطرة فجأة من أعماق اللاشعور وتجد طريقها إلى طباعة في نار الهدنة تلك وأتونها ومصائبها نعم كانت كافية لتثير الشوق إليه إلى درجة الجنون ومرة أخرى كان السلطان عبد الحميد الثاني وهو الرجل الأمين على الصلح والقادر على حمايته يعود من جديد ليعتلي العرش مجدداً ولكنه يعود هذه المرة ليعتلي عرشه في نفوس الأمة يعود فيجري في عروق صفحات نفوسهم البيضاء تجديد البيعة وتقديم الاعتذارات وصفوك الندم كان قد رحل برحيله عصر كامل عصر يذكر بدرع داود عليه الصلاة والسلام ملاحظة فقد كان سلطان عبد الحميد رحمه الله يعمل طيلة سنوات حكمه على كسب الوقت وتجنيب الدولة العثمانية من مزالق الحرب من خلال المناورات السياسية من أجل النهوض بأمته وهي في نزعها الأخير نعود فتربع على عرش النفوس متحرراً من قيود الزمان تربع في نفوس أولئك الذين كانوا يرون في قبته التي كان يسكنها مأمناً لهم المقصود بالقبة هنا قصر بيلربي في إسطنبول حيث بقي فيه تحت الإقامة الجبرية بعد اندلاع حرب البلقان حتى وفاته في العاشر من شباط فبراير عام 1918 وكان قبل ذلك محتجزاً في المنفى في قصر يهودي سمي باسمه وهو قصر ألاتيني في سالونيكا هذه القبة كانت قد سويت بالأرض بعد تسعة أعوام من إخراجه بالقوة من قصر يلدز وترحيله بالقطار ونفيه إلى سالونيك لقد دمرت على أيدي أولئك الذين سيطروا على الحكم بوعود ودعاءات متباهية مختلفة ثم ماذا كان؟ نعم كان عام 1918 عام الفرار لأبطال الحرية أولئك الذين خلعوا السلطان فروا مثانيا وفرادا من الأوطان وتبرأوا منها وخلعوها كما تخلع الثياب لم يكن قد مضت سوى عشرة أعوام على انقلابهم ولم تكن أحبار الصحف التي تسود صفحاتها ادعاءاتهم التورانية ودولتها القومية وتوسيع الممالك العثمانية ومدها إلى حدود آسيا الوسطى واحتلالهم بين قوسين من أجل ذلك الباب العالي لوضع السلطة في قبطتهم القاهرة وإدخالهم الدولة في الحرب قبل خمسة أعوام نعم لم تكن أحبار الصحف هذه قد جفت بعد لم تكن قد جفت وكانوا يهربون فبعد الثالث عشر من مارس آذار حسب التقويم العثماني أحرقوا أهم الوثائق التي كانت في قصر يلدز في ميدان بيزيد ثم كانوا يفرون إلى خارج البلاد حاملين معهم الوثائق المتبقية كان ينبغي أن لا يتركوا خلفهم آثارا أكان ينبغي أن تمحى كل آثار العار من الذاكرة الخبيثة للتاريخ ماذا لو كشفت هذه الوثائق المهربة؟ ولماذا كانوا يشعرون بضرورة هذا التدبير الجاهل أي الحرق والتهريب؟ وهل اشترطوا أن يكون هناك دوما رجل جريء شجاع كالسلطان عبد الحميد حتى تكون هناك محاكمة في ديوان الحرب؟ ثم ألم يكن هؤلاء من تركيا الفتاة هم أنفسهم الذين حالوا دون محاكمته على الرغم من مطالبته بذلك؟ فما الذي كان يعرفه هذا الرجل ويعرفونه؟ نعم كانوا يعرفون ما يعرفه السلطان ويعرف ذلك أيضا بلا ريب فتح أقيار الذي نقل لنا بين قوسين مطالبة السلطان عبد الحميد بمحاكمته لقد كان سلطان عبد الحميد الصندوق الأسود لعصره بتعبير اليوم وفتح هذا الصندوق كان يعني كشف الخبايا الخبيثة ونشرها فإذا جرت محاكمته في يوم من الأيام وبدأ بالكلام فإن أبطال الحرية سيتساقطون من مواقعهم التي جلسوا عليها الواحدة تلو الآخر ولذلك لم يمنح السلطان المخلوعة حق الدفاع عن نفسه وأحكموا عليه الباب تحت حراب طابور من العسكر حتى لا يعلم أحد ما يعلمه فهل كان يليق بهم هذا الفرار؟ حتى لو كان ذلك من وجه الإنجليز وهم الذين ساروا في طريق الفتح التوراني وهل كان هذا هو المثل الأعلى بين قوسين التوراني؟ وهل هذه هي التفاحة الحمراء الجديدة؟ أم إن هذا الحلم التوراني كان مختبئاً في ياريفيان أو باكو أو برلين؟ ثم مما كانوا يهربون؟ وإلى أين؟ من الدوريات الإنجليزية؟ أم من الحرب الفرنسية؟ أحمد الله أننا واثقون بأنهم لم يكونوا جبناء إلى هذه الدرجة ولكن هل كان ينبغي أن يكون أول عملهم تهريب هذا الصندوق إلى بلدان أخرى وهم ينهزمون أمام العدو في الحرب التي أدخلوا فيها الإمبراطورية؟ لقد مثلت هيئة أمام السلطان عبد الحميد والدولة على وشك السقوط للمطالبة بنقل العاصمة إلى بورصة أو إلى لناظول فما كان منه إلا أن غضب وقال وهو يتردهم بين قوسين؟ أبلغ العجز بنا ألا نستطيع أن نفعل ما فعله إمبراطور بيزنطة قسطنطين؟ ألم تكن هذه الحقيقة الناصعة صفعة على وجوههم؟ ويضيف فتحي أقيار الذي أصبح رئيسا للوزراء في عهد الجمهورية وقد فاضت عيناه وهو يذكر ما قاله السلطان بين قاسين لقد فضل قسطنطين أن يموت قائما وهو يحارب على أن يستسلم فهل عدمنا حتى هذه الجرأة؟ هاتوا لي وندقية فأنا مستعد لمحاربة العدو وحدي ولن أغادر إلى أي مكان نعم أنت هنا سلطاني العظيم وما زلت لم تغادر إلى أي مكان أنت هنا وقيمتك بين الناس في ارتفاع مستمر حتى وأنت ميت ما زلت فينا وما زالت أنفاسك تبعث العقل والروح والحياة في أرواحنا التي تصارع الغرق في هذا البحر العالمي المتلاطم ما زال فينا عرشك المعنوي الذي بنيته بروح المقاومة والفهم والتصرف الحكيم والذكاء وحب الوطن وإيمان رجل يعمل على تطوير عصره بالملكة والقدرة العجيبة التي يملكها على التفكير والقدرة على الحركة سنصنع من الحبة قبة تلك كلها كانت الحبات التي تتقاطر علينا من عالمك فهل ينبغي أن نجعل من كل حبة قبة؟ وهذه الأمة التي جعلت من كل قبة حبة تافهة ألا ينبغي لها أن تتعلم كيف تعود فتصنع من كل حبة قبة؟ بلى لقد آن الأوان لها وهي التي سرقت من مقعدها الذي تبوأته في قبة السماء أن تجعل كل حباتها قببا وأنت يا سلطاني العظيم ألست النموذج الأبرزة في مدونة غيتسبي العجيبة للكاتب جي سكوت فيتس جيرالد بأخلاقياتك في العمل وصرومتك وجديتك؟ وأنت بعد ثمانية وثمانين عاماً أما زلت بيننا واقفاً على علو شاهق؟ حالياً يبقى بعد مية وست سنة أما زلت بيننا واقفاً على علو شاهق؟ يستعصي على القياس ببصرك الحاد الذي يميز وجهي الميدالية في آن وعقلك الجبار القادر على الإمساك بقطبي الموجب والسالب في آن واحد غير أنك في الوقت نفسه تقف في مكانك بيننا كحاجز يدعونا للقفز من فوقه واجتيازه وأنت يا سلطاني العظيم بالتأكيد لم تكن تريد أن يحصل كل هذا غير أن الفراغ الذي تركته خلفك كان عميقاً جداً وواسعاً جداً يجعل الناس في أمس الحاجة إلى موقفك وفلسفتك ومقدار حبك للنبي عليه الصلاة والسلام ووطنيتك وروح المقاومة عندك ليتمسكوا بها لقد سقط الناس في هذا الفراغ بعدك بل أسقطوا فيها وأنت بنفسك أيها السلطان لم تقل عنهم إنهم خونة ولم يكونوا في نظرك سوى رجال مغفلين ولم يكن هؤلاء في الحقيقة إلا أدوات في الحديقة التركية للعبة التقاسم الدولية وقد أدركوا ذلك في وقت متأخر جداً في عام 1919 وهم يهربون بعدما ارتفعت أصوات المفرقعات وبعد فوات الأوان وبعد تسعة أعوام فقط انكمشت مزاحة المليون كيلومتر مربع إلى مئات ألوف مربعة قليلة بسبب تلك الأيدي الغافلة الجاهلة واللاعبون الكبار ممن حاولت جهدك في إشغالهم كانوا يرون في الأرض المنحصرة في مثلثي أنقرة سقاريا قونيا فقط بلداً يليق بهذه الأمة المنكوبة ولولا الوثبة الأخيرة لكان من الممكن أن لا يبقى لنا وطن ولا علم مستقل لقد تم احتلال الوطن الذي آليت على نفسك بألا تبيعه بعد وفاتك من قبل الإنجليز والفرنسيين والطليان وحتى اليونانيين فداس ترابه أحذية الإمبرياليين ودنسته نعم لقد تركت وطنك قبل أن ترى سفن الإنجليز تستعرض قوتها في مضيق البصفور وتقصف وتحرق إسطنبول قبيل هدنة موندروس تماماً على عتبة هذه الأيام المليئة بالكوابيس تركته ولكن ليس كما يتركه الآخرون فهم فروا إلى الخارج وانسحبت أنت إلى أعماق الأرض لقد حفظتك قدرة الله التي انحنيت أمامها كل يوم خمس مرات من سيول أمواج النار لقد كتب سزائي قره قوج في اليوم التالي لوفاة النجيب فاضل وعنوان مقالته بمقولته الشهيرة بين قوسين النسر الذي سحبته السماء فحطت فوقه المقالة كالتاج أو كالعقاب غير أن هذه المقولة في رأيي كانت تليق بسلطان عبد الحميد على الأقل بدرجة نفسها التي تناسب نجيب فاضل حيث كان السلطان متمسكاً بالجذور الموروثة نفسها التي ارتبط بها وما ينبغي لنا أن ندركه هنا أنه من غير المهم اليوم وجود سلطان عبد الحميد بشخصه وليس مهماً وجوده البيولوجي لحمه، دمه، ظفره، عينه، أذنه بل المعنى الذي يتركه لهذه الأمة وهذه الملة وهذا المجتمع فهو رمز المقاومة النبيلة للإمبريالية وواحد من بقايا شجعان القلعة الأخيرة والجزيرة الأخيرة فأسوار القلعة في زمانه قد كثرت فيها الثقوب وثغرات واستعصت على الراقع فما يكاد يسد ثغرة إلا ويرى ثغرة أخرى تفتح فيتوجب عليه أن يجري نحوها ليستدرك فيها الخلل لقد ارتفعت ألسنة اللهب وبدأت تسيطر على سواري هذه الدولة أما كان السلطان ليغتم لو أن المدافعين عنها أرادوا الثابات والمقاومة والدفاع ولكن لم يكن يستطيع أن يرى الحل في حركة الخروج فبصره كان سيبقى معلقاً وراءه ملاحظة إن لم يكن هناك من يخلفه في حمل الأمانة إذن لم يكن هناك سوى عمل وحيد ينبغي له أن يقوم به مستفيداً ممن قاموا بدفاعهم الكبير وانتفاضتهم الأخيرة ألا وهو بناء سور جديد من الداخل بعدما تهالك السور القديم بفعل الأعداء وعندها وفي غمرة فرحهم بسقوط هذا السور القديم وظنهم أن الطريق إلى الداخل صار ممهداً سيفاجئهم السور الجديد وهناك ما بين السورين سيجري الصراع الأكبر والأشد دموية ولهذا كان حكم السلطان عبد الحميد الحازم يشبه حقيقة النظام الحميدي كما يعبر عنه الغربيون هذا النظام الذي يقدم السورة الداخلية جواباً للحصار الذي ترك الباب مفتوحاً لعبور الحدود إلى الخارج وهذا النظام الذي كان يرفع السورة الداخلية على شكل رقابة قوية ويستعرض قوته على شكل استبداد ولا يخلو من جهاز شرطة سرية لا تفوته فائتة كما يقولون ولكن 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 هذه كلمة مهمة لا بد من التوقف عندها الحرية أم الأمن لنحاول الآن أن نغرز المسلة في أجسامنا ولنحفز خيالنا ولنتصور لو أن الجمهورية التركية دخلت في حرب مع الولايات الأمريكية وأن جيشنا تعرض للهزيمة أمامها وقدمنا خسائر كبيرة في الأرض ثم جلسنا على طاولة مفاوضات نلتمس الصلحة مع الولايات المتحدة الأمريكية ولم يكتفوا بالأراضي التي احتلوها بل فرضوا علاوة على ذلك ملايين الدولارات تعويضاً لهم وقبلنا شروطهم مضطرين لأن العمودة الفقارية للجيش قد تعرض لتخريب كبير ولأنهم لو استمروا في الحرب لكانت عاصمتنا ستقيم مجالس العزاء ولنتصور أن هذا الاحتلال للأرض كان انتقائياً لم يخضع لأي منطق عقلي بل كان الاختيار بالنظر فقط إلى أرقام الولايات من 1 إلى 25 أي من أضنة إلى أرض الروم فاختارت فيها مواقعها فما هي هذه الولايات؟ إنها أضنة وأديامان وأفيون وأغري وأماسيا وأنقرة وأنتاكيا وأرتوين وأيدن وبالكسير وبلاجيك وبنغول وبتليس وبولو وبوردور وبورصة وجنق قلعة وجنكري وجروم ودنزيلي وديار بكر وأديرنة وألازيغ وأرزنجان وأردروم فلو تعرضنا لا قدر الله لمثل الاحتلال فكيف يكون شعورنا؟ أيمكن أن يكون هناك تصرف طبيعي أكثر من اتخاذ كل تدابير لازمة لتأمين ربط الأجزاء بعضها ببعض من أجل حمايتها؟ أم كان من الممكن أن تبقى الحقوق الديمقراطية وحرية الرأي والصحافة والقضاء ومؤسسات المجتمع المدني من دون أن تتأثر بهذا الذعر والهلع ودول منتصرة في الأصل تسعى إلى تدخل في العناصر الداخلية وتحاول أن تضع تحت إشرافها كل أمورنا الداخلية أيمكن في ظل هذه الظروف أن يقال مين قاسين؟ فليقول كل ما يريد فسأمنح شعبي الحرية التامة وفي وضع عصيب كهذا أكان من الممكن أن تمنح الحريات وأن يترك الحبل على عاتق الدولة لتسير على هواها؟ وتصور الذعر والطيشة الذين يتملكان رئيس الولايات المتحدة في العالم الحر فيأمر بإخضاع الناس لتفتيش دقيق يصل إلى الأحزمة الداخلية للناس لماذا؟ لأن ثلاث طائرات ضربت هنا وهناك ضعوا نصب أعينكم هذا ثم تكلموا عن استخبارات سلطان عبد الحميد واستبداده وشرطته السرية فعبد الحميد كان بالضبط في وضع كهذا عندما دفعوه إلى حرب 93 واستلى بنارها ملاحظة كانت الحرب عام 1878 بل كان في وضع أشد لأنه لم يكن لديه المعينة الذي يصنع الرجال الذين يرتقون إلى المستوى الذي يحتاج إليه الصراع مع الأعداء في عالمه أضف إلى ذلك جلوس الذئاب على رأس الرجل المريض يتقاسمون تركته في العاصمة في مؤتمر الترسانة البحرية الذي انعقد في إسطنبول بين الدول الكبرى لمناقشة دار السعادة العثمانية دار السعادة هو الاسم الذي يطلق على إسطنبول في ذلك العصر ويكتب دار سعادات نعود للسياق أتعلمون؟ إنه لم يسمح للعثمانيين أن يرسلوا على الأقل من دوبا يمثلهم في هذا المؤتمر الذي يناقش مصير دولة العثمانية كله وجودا وعدما نعم لم يسمح لهم بذلك كما لو أن عملية جراحية تجرى على أجسامكم ولا يسمح لأي مراقب من قبلكم أن يتبع سيرها فليس لكم إلا أن تنتظروا وتدعنوا للقرارات التي تتخذوا في حقكم وربما كان أكثر شيء يمكن فعله الإعلان عن هذا المؤتمر مع التمنيات بأن يكون ذلك لصالحنا ثم الالتفات إلى ما يسمى بالدولة الحديثة وشل قدرتها وردود أفعالها من خلال مزاعم الحرية والديمقراطية التي تحاول تجميل الصورة على طريقة المساحيق بدلاً من العمل على إنقاذ الأجزاء المتبقية الناجية من الاحتلال بتقوية روابطها وتماسكها في مواجهة ذهديدات الإمعان في تمزيقها في ظل وضع حرج كهذا قام صاحب الأمر السلطان عبد الحميد بكل ما ينبغي أن يقوم به أي حاكم مسؤول فكان عليه أولاً أن يقصي الذئاب ويوجد لهم مشاكل تشغلهم وتلهيهم ثم يسحبهم بعيداً إلى مسافة لا يمكنهم معها معاودة الهجوم وفي الداخل كان عليه أن يدرك أن هذه الحرب التي أجلها إنما يؤجلها إلى أجل سيكون بعده أمام حرب لا يمكن تجنبها ولذلك كان عليه أن ينسج تركيبة المعرفية والروحية التي تهيئ الناس ليكونوا أقوى وأقدر على المقاومة والكفاح وأكثر معرفة وأشد تمسكاً بالوحدة وإدراكاً لمفهوم الوطن وارتباطاً به وطريق إلى هذا كان يمر من معبر وحيد يقوم على تأمين مرحلة من الهدنة والصلح وكان لابد من أن يبدو هو في صورة المسالم المرن والميال إلى الصلح وأن ينجح في ذلك من دون المساس بشرفه أو التضحية بشخصيته وإلا فسيسقط عن الاعتبار ويفقد دوره وأهميته ولن تبقى للحدود وحمايتها أهمية كبيرة إن تم التخلي عن عثمانيته ملاحظة العثمانية باعتبارها تمثل الملة الإسلامية والجامعة الإسلامية فالعثماني لا يعرف في حياته سوى الانتماء إلى الإسلام والعمل على خدمته نعود فكان على السلطان أن ينجح في ذلك كله من دون أن يقطع إشارة الإرسال بين قاسين أنا هنا لقد نجح عبد الحميد في كل هذا ولو فشل لكانت الدولة قد تمزقت أشلاء ما بين عامي 1880 و 1890 في ظل النهم الاستعماري الذي كان يأتي على الأخضر واليابس في ذلك العصر وكان يتوجب عليه القيام بكل المواقف التي تطيل عمر الدولة حتى اللحظة الأخيرة من حياته وكان الأمر يحتاج إلى الهدنة والاستقرار وكان لا بد في هذا الوقت المصيري من إعادة تشكيل بنية النظام وكان ينبغي قبل كل شيء أن تبقى الصورة العثمانية قائمة قبل التربية والتعليم وقبل تكنولوجيا والثقافة والعلوم والمؤسسات والبناء وإلى آخره لأنه كان يدرك أنها أي العثمانية إن ذهبت فسيتعرض الكل لابتزاز العقوبات ولن يكون هناك مفر من فقدان فلسطين ومقدونيا وأدارنة والموصل فالسلطان عبد الحميد ولي الأمر المقيد بكل هذه الشروط عندما كان يعطل المجلس في يوم من أيام شباط عام 1878 ملاحظة في الثالث عشر من شباط فبراير عام 1878 عطل السلطان عبد الحميد مجلس المبعوثان والذي كان يمثل المجلس البرلماني العثماني وعلق الدستور وتولى شخصيا إدارة البلاد ورفض التصديق على معاهدة آيا ستيفانوس التي تسبب بها الصدر الأعظم ومجلس الوزراء والبرلمان إذ حمل السلطان على دخول الحرب مع روسيا واستطاع السلطان بديبلوماسية دولية من تخفيف شروط المعاهدة وكان من آثار ذلك تأجير قبرص للإنجليز لاستخدامها قاعدة لها ولم يتم التوقيع على معاهدة الصلح مع روسيا حتى مؤتمر برلين نعود كان يتحرك بحركة حاكم وضعت يداه تحت الصخور الثلث الأفضل من أراضيه تحت الاحتلال وخمس سكانه لم يعودوا تحت سلطته حتى الأناضول وقبرص لم تسلمان من التضحيات كنت قد قلت من الصعب أن تكون عبد الحميد وأضيف هنا من الصعب أيضا صياغة المجتمع الذي أوجد عبد الحميد في ظل هذه الشروط ومن يتكلم من دون أن يدرك هذا الوسط الاجتماعي الذي كوان عبد الحميد ثم ساقه إلى النفي وهو رجل غر جاهل في نظر العالم إذن فليس أمامنا سوى أن نتعلم وأن نفهم فهم عبد الحميد قال شاعر تركي سزائي قارقوج أنت كالأم تملأ الآفاق عطفا ورعاية وحنانا ختم نجيب فاضل قيسا كورك كتابه الشهير الخاقان المعظم عبد الحميد الثاني بهذه العبارة البيينة الرائعة ملاحظة؟ نجيب فاضل هو مفكر إسلامي وأديب وشاعر تركي مشهور ولد سنة 1905 وتوفي سنة 1983 وكلمة الخاقان تعني الملك وكتاب نجيب فاضل هذا بحجمه الكبير البالغ 639 صفحة في طبعته الثالثة عام 1977 يشكل على العموم أحد الأعمدة التاريخية التي تقوم عليها أيديولوجيته في لونها الخاص به ونجيب فاضل الذي يعشق دائما أن ينظر في مغامراته الفكرية بالارتقاء إلى القمم من شخصيات التاريخ نراه يظهر لنا السلطان عبد الحميد الثاني خطيبا مفوها يعلن بصيحاته المدوية أسرار عصر تم فيه إسكاته وسوقه إلى ظلام كما نراه قد وضع كتابه الخاقان المعظم عبد الحميد الثاني إلى جانب أطرحته تأسيسية بين قوسي النسيج الأيدولوجي والذي يعتبر من أهم كتبه حسب تعبيره يرى نجيب فاضل في مطلع كتابه أن كل ما قيل عن عبد الحميد الثاني من اتهامات كان نقيضها هو صحيح ويقبل به مبدأ عاما يجري به في صفحات كتابه كلها ويزوق الأدلة على ذلك ربما لن يسلم ذلك عند النظر في مناهج المؤرخين وقواعد التاريخ فالتاريخ لا يبدو كسلسلة متناظرة من الخطأ والصواب غير أنه في نظره كان من الضروري أن ندرك أن عبد الحميد الثاني يؤدي في تاريخنا القريب دوراً يتميز به عن الكتب الصفراء ترجمة نانسي قنقر